بأهم ما في علاقة الزوج والزوجة ببعض لو كانوا في شغلانة واحدة مع بعض احنا قلنا المميزاتنا تصحيك تعمل لك سندوتش لكن تعال بقى يا معلم للعيوب العيوب ان انت مش هتعرف تشقط لحتشقط وانت في طريقك للشغل رايح ولا جاي ولا واحدة زملتك كده مفيش احنا جبروتي حبيبي يعني بيبقى في حد متجند عالزوج شوف لي بس مين طب مين جت مين راحت وغير ان انا قاعدة على قلبه شايفة بيكلم مين بيهمس لمين عينه راحة فين جاية منين ده غير بقى الحسة السادسة اللي عند كل ستة فينا لو عينه بس عملت كده ايه بتبص لها ليه في ايه الله مش هارفة ايه اه 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 احساس صح كورون الاستشعار في بقى عيب خطير عند رجالة معينة فيه رجالة ما تحبش تقول هي بتقبط كم معها ايه حوافزها ايه مكافأتها ايه دايما تحب تخنصر من المرتب دايما تحب تقول لمرتها مرتب غير صحيح ومش حقيقي عشان تعرف تحوش من وراها لما مرتبك هتبقى تشتغل معك في الشغل وما فيش بقى الحتة دي مش موجودة اللقطة دي مش هيفعل تعملها خالص ليه؟ لان هي هتبقى عارفة ولو مش عارفة هتسأل وليسأل ما يتوهش فهتعرف مرتبك كام بالجنيه والقرش هتعرف حال الحوافز بتاعتك نزلت ولا ما نزلتش ونزلت امتى عندك مكافئات ولا لا أخات ترقية ولا لا فانت الموضوع ده مش هتعرف تخبيه وبالتالي مش هتعرف تحوش من وراها حاجة وفي الاول وفي الاخر انا شايف ان ده غلط لان مرتبك المفروض الست اللي عايشة معك في نفس البيت وبتاكل وبتشرب وخلفت منها المفروض ان هي تبع عارفة عنك كل حاجة باش هتجي على الفلوس اللي هي في رأيي أدفى حاجة وتخبيها عليها حقا؟ طيب طيب في بعض الناس بيبقوا فاكرين الحقيقة ان انا عايز اقول لك ايوه الصديق العزيز انك في الحالة دي بتكون مصير مش مخير لما بتكون تجوزت انت ما بيكونش لك اختيارات في حاجات كتير يعني مثلا مثلا مش هينفع لو ميراتك معك في الشغل ان انت بعد الشغل تروح القهوة تروح البلاي ستيشن تروح النازي تروح تقعد مع صحابك في مكان ما تروح لوحد صاحبك زيارة في البيت باش انت خلصت شغلك من ايدك كده واخبالك انجوجة حلوة على البيت على طول او لو هنروح مشوير تانية بحاجة ليه علاقة بالماركت نشتري حاجات او نروح نطل على ماما صلاة تعبانة هيبقى شوية المشاوير ليه علاقة بيها او بالبيت او بمسؤوليات البيت او اين كان فما تفكرش حقيقي ما تفكرش بس بجد والله يعني انا عايز اقول لكم بقى من خلال تجربتي انا بتبقى احلى لحظة واحنا بنلبس ونزلين شغلنا مع بعض راجبين العربية مع بعض بنقعد نتكلم هو عارف شغلي في ايه وانا عارفة شغله في ايه يعني الموضوع بجد مش كله عيو بوس يا بدري اعتقد انه انتو عشان بتشتغلوا في حاجة ليه علاقة بالفن يعني هي فيها ابداع وفيها متعة اساسا فلما تكوني بتعميني المتعة دي مع حد انتي بتحبيه ومتعودة عليه وبتصق فيه وانتي ممثلة وهو مخرج الوضع مختلف الحالة كلها مختلف لكن لما يبقوا اتنين موظفين انا شايفة انه البريك وقت الشغل ان انا رايح شغلي وهي رايحة شغلها وكل واحد بيعمل حياته وعنده الحياة بتاعته او الدايرة بتاعته الخاصة بيه ويرجع تاني للطرف التاني ويعود ويتكلمه لو احنا بنشغل مع بعض حلما حنرجع البيت حنتقش في ايه بس انتش عارفة يعني حتى فيش حاجة نحكيها لبعض لو اتنين اللي هما كادشين دولة المكافحين بيبقوا صعد قوي مع بعض انه هما شغل واحد يخشوا بقى جمعيات ويدبقوا وينزلوا السوق مع بعض والله دي بس ده مش النسبة الاكبر اه 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 لا بعض كلمي على استثناءات برضو قليلة اه اه لكن عمتا بيزهقوا من بعض قوي وبيحصل خناقات هي شافته بيكلم زميلة ليه فاتهوب الهوبة انت بتعكسها هو شافها واقفة مع زميل لها برضو ممكن يغير حاجات كتير قوي وبعين لو بقى حصلت الكارثة وهي ترقت هو لأ برضو الموضوع حساس وبعدين برضو الموضوع ده بيتنقض مع فكرة المسافات اللي تكلمنا عنها قبل كده فكرة ان احنا مع بعض في كل حاجة مع بعض في البيت مع بعض في الشغل مع بعض عند اهلينا مع بعض احنا قولنا قبل كده احنا محتاجين يكون فيه مننا مسافات عشان توحاشوا بعض انت لما تكون في شغلك وهي في البيت او انت في شغلك وهي في شغلها يعني مش هقولك بتخدوا بعض الحضن ومضطرات او ما تشوفوا بعض ولكن اللي هو ايه وحشتك جت على ذلك حصل موقف معاك في الشغل قلت ياه لو كانت معايا كان حصل اللي مش عارف ايه مثلا يعني فلا طبعا اكيد ده مهم جدا طب تعالوا طبعا انا شفت تقرير علاه ونرجع تاني استنونا